متأثرة بالأخطر والأكثر خوفا من المقبل تنجرف قطاعات الانتاج النفطي في البلاد إلى مربع التوتر والتدهور الاستثماري والاستثمار في العراق الوجهة الثرية بالأحلام لدى كبرى الشركات العملاقة في انتاج النفط على وجه الخصوص باتت اليوم مهددة بتحقيق أهدافها ومهدد هو العراق بفقدها وخسارتها تحذير على لسان وزير النفط إحسان عبدالجبار بترك بعض الشركات النفطية العملاقة العراق بعد أن رسمت صورة البيئة الاستثمارية بألوان ضبابية لاوضوح في مستقبلها المهدد بالأمن غير المستقر والسياسة التي تفتقد معادلة لها حلها الواضح دون حلول لرموز مجهولة تصنعها جهات الفساد والنفوذ والخروج على القانون وفي هذا التوقيت الزمني الصعب الذي يرافق مرحلة يبني العراق عليها آماله السياسية والاقتصادية والأمنية عنوانها مرحلة الانتخابات إذ أن النفط وهو المصدر الرئيسي لسد حاجة البلاد من الاحتياج يواجه أزمة فقدان الاستثمار وهي القضية الأكثر خطرا إذا ما تحقق بعض منها أو جميعها في حين أن العراق يعاني من مشكلات خطيرة أخرى في الصحة والزراعة والصناعة والتجارة وهي البدائل غير المتوفرة بالفعل في حال تضرر قطاع النفط الذي سيضرب اقتصاد العراق في مقتله أو ما تبقى من آخر أنفاسه ترجمة نانسي قنقر